سلام من الله عليكم واتابعي قناة هل تعلم ومع ذلك الحين كانت هذه البيتزا الأكثر إثارة وجدلا في التاريخ ولدت هذه الفكرة على يد سام وأخيه حين قرر في أحد الأيام إضافة قطع الأناناس المعلمة للبيتزا لم يكن يعلم أن هذا الاختراع سيكون واحدا من أكثر الاختراعات انتشارا في العالم أما اختيارهما لإسم هوايانا لهذه البيتزا فهو مستوحى من إسم علبة الأناناس التي كان يستخدمانها ومع ذلك فهناك عدة أشخاص يحبونها وأيضا آخرون يكرهونها سادسا بسكويت الحظ لا قد تبين أن بسكويت الحظ الصيني ليس صينيا في الواقع هناك العديد من الأشخاص في هذا البلد الآسيوي لا يعلمون بوجود هذا النوع من البسكويت حتى بخلاف البيتزا هوايانا على الأقل تم اختراعه من قبل الصينيين أو على الأقل هذا ما تقوله الأساطير يقال إنه خلال بناء السكك الحديدية الأمريكية سنة 1949 كان العمال المهاجرون الصينيون يضعون الرسائل لبعضهم والبعض داخل البسكويت كعادة تقليدية تشبه كعكة القمر وبالتالي فقد كانوا يحتفلون بأعيادهم بهذه الطريقة خامسا أرجل البومة عادة ما نؤمن فقط بما نراه أو ما نعتقد أننا نراه والمثال الأوضح على ذلك أننا كنا نعتقد دائما بأن ساقي البومة قصيرة لكن تحت كومة الرش هذه تتوفر البومة على أرجل طويلة وقوية هناك عامل آخر مهم ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد في عقولنا وهي الرسوم الكاريكاتورية التي عادة ما تؤكد لنا ذلك على الرغم من اعتقادي أنها بالفعل تبدو غريبة بعض الشيء إلا أنهم يرسمونها كما تبدو في الحقيقة رابعا الذاكرة السيئة للأسماك بشكل عام لدى الأسماك ذاكرة قصيرة المدى إلا أن العديد من الباحثين حول العالم نفع ذلك فقد تباينت نتائج التجارب حسب نوع الأسماك حيث تبين أن بعضها يتذكر فقط الأشياء التي حصلت في الاثنى عشر يوما الأخيرة لكن واحدة من أكثر الحالات إصارة للاهتمام كانت لسمكة الشبوط الشائع التي استطعت تذكر طعم بعد مرور سنة لذلك في المرة القادمة عندما يقول لك شخص ما بأن لديك ذاكرة السمك يمكنك الضحك من جاهله لهذه المعلومة ثالثا الطرق الحجرية أثناء تجولك في الشارع انظر بعناية إلى المكان الذي تطأه قدمك حسنا ليس كل شيء يبدو كما نراه على الرغم من أنه لا تزال هناك طرق وشوارع مصنوعة من أحجار حقيقية إلا أن هناك الكثير ممن يستغلون هذا التأثير ويستخدمون تقنيات أسرع وأرخص وينطبق الأمر نفسه على الطوب بالتأكيد إنك لم تلاحظ ذلك من قبل ثانيا واحدة من أكبر الأكذوبات التي جعلتنا الرسوم الكاريكاتورية نصدقها وهي أن الذئاب البرية خرقاء وبطيئة في حياء أن طيور الجواب الكبيرة تتسم بالسرعة والمكر يؤسفني أن أكون الشخص الذي سيدمر مفاهيم طفولتك لأن الواقع مغاين تماما لهذه المعلومات للإشارة فالذئاب حيوانات ثادية زكية جدا تصل سرعتها إلى 69 كم في الساعة في حين تصل سرعة طائر الجواب فقط إلى 32 كم في الساعة لكن هذا ليس كل شيء فطائر الجواب لا يصدر صوتا كمنبه السيارات إلا أن صوته يسمع كهذا أولا الدببة القطبية سأبدأ هذه المعلومة بسؤال هل تعرف لون الدببة القطبية؟ أوقف الفيديو واكتب الإجابة فالوقت كاف يبدو واضحا جدا أنك أجبت على هذا السؤال بأن لونها أبيض لكن يؤسفني إخبارك بأنك مخطئ جدا في الواقع فروها شفاف والسبب في ظهوره باللون الأبيض هو أن شكله المجوف يسمح بتجمع فقاعات صغيرة من الهواء بداخله والذي يبعثر الضوء ليعطي هذا التأثير البصري نفس الشيء يحدث مع الثلج إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر